أهلا بحضراتكم في الحقيقة في الفترة اللي فاتت دي حصل يعني كلام كتير قوي عن المشكلة السكانية وعن الزيادة السكانية وناس كتير تكلمت في الموضوع ده فيمكان حبيت كخبير في مجال السكان أنا أدلي بدلوي في الموضوع ده في الحقيقة طبعا مسألة هل عندنا مشكلة سكانية ولا لا بالتأكيد عندنا مشكلة سكانية يعني مسألة الجدل حوالين أنه الزيادة السكانية نعمة ولا نقمة هي المسألة مش مسألة شكل مطلق أو حكم مطلق أنها نعمة أو نقمة لا في حاجات في النص يعني أو بمعنى أصح المشكلة السكانية أو الزيادة السكانية ممكن تكون نعمة وممكن تكون نقمة حسب إيه بقى حسب السياق اللي الزيادة السكانية دي موجودة فيه يعني في بلد زي مصر بتعاني مشكلات كتيرة جدا بتعاني مشكلات تنموية كتيرة عندها يعني مشاكل من 40 و50 سنة في بنية الاقتصاد وفي البنية المجتمعية الزيادة السكانية أكيد مشكلة الحاجة الثانية كمان أنه زيادة السكانية في مصر مش مرتبطة بزيادة مثلا في قوة العمل ومش مرتبطة بزيادة في ناس على قدر كافي من التأهيل والتدريب أنهم يلتحقوا بسوء العمل لأنه الزيادة السكانية مش بس مجرد أنه عدد بيزيد لا لازم تكون هذه الزيادة قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني المشكلة في مصر أنه الزيادة السكانية دي معظمها موجود في الفئات العمرية الأقل بمعنى موجودة في الولاد الصغيرين مصر بلد فتي جدا جدا لأنه تقريبا تلت الناس تحت سن 15 سنة يعني بين كل ثلاثة حضرتك بتقابلهم في واحد أقل من 15 سنة ده محتاج رعاية الحاجة الثانية كمان أنه العمر اللي عنده بيتقسم السكان لنصين في مصر يعني نص السكان بيبوا قل منه ونصهم بيبوا أكتر منه هو 25 سنة يعني تخيل أنه 50% من سكان مصر تحت سن 25 سنة اللي عنده أقل من 25 سنة ده محتاج رعاية ومحتاج تأهيل ومحتاج طبابة ومحتاج تعليم كويس عشان يدخل سوق العمل للأسف لا يوجد الموارد الكافية أنه نؤهل الناس دول أنهم يدخلوا سوق العمل بشكل حلو ينفعنا في المستقبل القريب الحاجة الثانية أنه الموضوع ده هيفضل معنا فترة كبيرة لأنه إذا كان عندي 35% تحت سن 15 سنة أو 50% تحت سن 25 سنة فده معناه أنه عندي عدد كبير جدا هيدخل في سوق العمل أو ده كويس بس هيدخل في سوق الجواز بمعنى أنه إحنا دلوقتي في مصر كل سنة تقريبا في مليون عقد جواز يعني في مليون أسرة جديدة بتتكون فإذا كنت أنا بقول أنه عدد الموليد في مصر تقريبا 2 مليون ونص أو 2 مليون و300 ألف تقريبا وعدد الوفيات قليل على فكرة يعني حوالي 600 ألف فالفرق بينهم حوالي مليون وثمانية من عشرة مليون وثمانية ألف وده حجم كبير جدا الحاجة الثانية كمان أنه أنا بتكلم عن عدد الموليد بالأساس لأنه مش بخصم منهم الوفيات بشكل مطلق لأنه كل الموليد محتاجين رعاية صحية ومحتاجين رعاية تعليمية فأرجع للنقطة بتاعتي أنه طيب ما نعمل زي الصين طيب يعني نخلي الناس تخلف طفل واحد بس عارف لو عملت كده هيجي لك كل سنة مليون طفل لأنه عندك مليون جوازة كل سنة يعني المشكلة مستمرة معانا لفترة كبيرة يمكن لمدة عشر سنين لقدامها نفضل نعاني من الزيادة السكان نفضل نعاني من الخلل في التركيب العمري للسكان يعني سكان مصر كده لو شبهتهم هنمتكلم عن الهرم السكان وحاجات منهجية لكن لو بشكل بسيط كده للناس اللي ما عندهاش فكرة عن الدراسات السكانية سكان مصر لو شبهتهم بشخص بإنسان هتلاقي واحد يعني مترهل كده متضخم من تحت ومحتاج مثلا عشر سنين على بال التضخم وده يطلع لفوق ويبقى عضلات في دراعاته يعني أنه الولاد الصغرين دول يطلعوا لفوق ويبقوا في سن العمل ولازم كمان نخفض يعني الإنجاب علشان ما يفضلش كده على طول لأن احنا لو فضلنا بنفس مستوى الإنجاب الحالي والمشكلة تفضل معانا على طول ونسبة الأطفال اللي هي 35% هتفضل معانا على طول لكن هم بتوقع أنه مع جهود تنظيم الأسرة ومع تمكين المرأة ومع كل الحاجات اللي بتساعد في يعني تنمية الوعي بتاع الناس في القضية دي أنه العدد الموليد هينخفض نحن على فكرة لا نهدف إلى خفض عدد السكان في مصر وعدد السكان في مصر يفضلوا يزيدوا بشكل طبيعي يمكن لغاية سنة 2100 لغاية ما يبتدوا ينقصوا شوية زي أوروبا دلوقتي ما الدول اللي فيها بتنقص طيب نعمل إيه دلوقتي يعني نعمل إيه دلوقتي لغاية ما نوصل لمرحلة الاستقرار السكاني دي هل طالما نحن هنزيد هنزيد وأنه الولاد هيتجوزوا هيخلفوا مليون واحد كل سنة منعملش حاجة لا نعمل نحاول نحن نخفض الموليد بشكل على قد ما نقدر من خلال مجموعة من التوصيات التوصية الأولى هي مسألة الخطاب الديني لازم يعني الناس تشتغل على الموضوع ده الدولة والحقيقات والمؤسس تشتغل على الموضوع تجديد الخطاب الديني بحيث أنه الناس تملك يعني مقدرات تبعد عن الدروشة اللي ممكن يعني ما تفدهمش في حياتهم زي ما سألت الولد بيجي برزقه طيب الولد بيجي برزقه ما نعرف بس أنا مش عارف رزقه ربنا حاجبه عني فأنا عشان أنا أخطط له بمقدراتي أنا الإنسانية المحجوب عن الغيب وبعدين لو انت متدروش قوي كده ومتدين قوي ما تطعمش ولادك لأنه هم مش عينين بتطعمهم لي عشان ما يجلهمش شلل الأطفال ما لو جالهم سيبهم كده خلاص لو جالهم يبقى قدر ربنا فدي مسألة مهمة جدا تجديد الخطاب الديني المسألة التانية المهمة جدا واللي ما تقلش أهمية عن كده هي مسألة تمكين المرأة لأنه اللي حصل خلال 40-50 سنة اللي فاتت وتدهور التعليم والغزو ثقافي اللي حصل في مصر أصبح مكانة المرأة أقل واحنا طبعا عندنا مسألة التفضيل الذكور ودي اللي بتخلي ناس كتير قوي تخلف عشان تجيب الولد لازم البنت تبقى زي الولد والولد يبقى زي البنت لو وصلنا للمرحلة دي وقدرنا نمكن المرأة ونديها فعلا فرصتها أنها تشتغل وأنها تساهم في الانتاج وأنها تملك مقدراتها ما تبقاش قاعدة تحت ضل حيطة اللي هو الراجل تبقى الند للند مع الراجل وتفكر زيه وتفكر معاه أعتقد أنه في الحالة دي هتقدر أنها تملك مقدرات نفسها على الأقل حتى تعرف تستخدم وسائل تنظيم أسرة بشكل صحيح تقدر تشتغل تتعلم كويس ولما تشتغل وتتعلم كويس بشكل طبيعي هتخلف ولاد أقل عشان عارفة أنهم هتصرف عليهم أكتر وهتعلمهم بشكل أفضل فيه يبقى فيه عدد أقل وجودة أعلى وده يمكن اللي احنا محتاجينه في اللحظة الحالية طبعا ده ما يمنعش التوصيل الثالثة هي الاستمرار في برامج تنظيم الأسرة وتوعية الناس بالموضوع ده شكرا لحضراتكم